مع المشاهدين الحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستيوديو الأستاذ عبد الحليم مشنة استشاري الحوكمة والتميز المؤسسي أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الحليم حياك الله أهلا وسهلا الله يعطيك العافية الله يعافيك طبعا تسعى جميع المؤسسات إلى تعميق وترسيخ مفهوم التميز الحكومي أكيد لدى موظفيها ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دائما والسؤال السائد دائما ما هو مفهوم التميز الحكومي التميز الحكومي يهدف إلى تحقيق رضا لكافة أفراد المجتمع وأفراد الجمهور يعني الإمارات هي الدولة الأولى عربيا في مؤشر السعادة العالمي ومن أكثر دول العالم على مستوى العالم في كمان مؤشر السعادة العالمي نتيجة لتطور الخدمات الحكومية الخدمات الحكومية أصحاب السمو والشيوخ وجهوا أنها تكون ميسرة موجودة على الإنترنت موجودة على التلفونات الذكية هواتفنا كلها نستطيع أن نقدم على العديد من الخدمات ونحصل عليها بكل سهولة وراحة فهذا هو أساس موضوع التميز أنك أنت كجهة حكومية توفر خدماتك بشكل جيد متميز لكافة أفراد المجتمع بشكل سهل توصل لهم تقدم لهم خدمات استباقية بحيث أنك يعني تؤدي لسعادة كافة أفراد المجتمع هذا هو لب الموضوع نعم لب الموضوع طيب أبرز محاور التميز الحكومي أستاذ عبد الحليم والأهداف التي يسعى أيضا من خلالها لتحقيقها نموذج التميز الحكومي لما أطلق في دولة الإمارات وفي دبي وفي بقية الإمارات كان مبني على نموذج التميز الأوروبي وبعدين نحن الآن نموذج تميز إماراتي النموذج يقوم على مجموعة ممكنات ونتائج في البداية لازم يكون قيادة متميزة خطة استراتيجية واضحة موظفين متميزين هدول وأنظمة إدارية كمان متميزة الأنظمة الإدارية بنعني فيها المنهجيات والإجراءات إجراءات العمل وكل ما يخدم أفراد المجتمع بنحققه باستراتيجية واضحة وبعدين نموذج التميز باهتم أيضا بالنتائج يعني لما يكون عندك ممكنات متميزة فهي تؤدي بالضرورة إلى أنك تقدم نتائج متميزة صحيح أستاذ عبد الحليم دعنا نقف عند الممكنات المتميزة ماذا تقصد بالممكنات المتميزة؟ أقصد أنك يكون عندك قيادة متميزة مدراء عارفين شو المطلوب منهم موظفين مناسبين مؤهلين دارسيين يحصلون على التدريب المناسب والمستمر والمستمر عمرك طويل وأيضا إجراءات سهلة وواضحة ودائما يحصل المتعامل على نفس الخدمة ما في تغيرات كبيرة من مرة لمرة يعني في عنا بسموها الاستدامة الخدمة المتميزة يعني مش الواحد اليوم بأخذ خدمة ممتازة بكرة نتيجة تغير موظف إحنا نتعامل مع نظام إداري هذه يعني من أهم صفات الممكنات لم يكن جيدا لن يسوء يعني بما نعم ما بيصير أنت أصلا من البديهي ومن الطبيعي أستاذ عبد الحليم أنك أنت وصلت لمرحلة من متطورة مرحلة متطورة من تقديم الخدمات بشكل متميز ومميز سريع سلس فبعد فترة من الزمن أن هذه الخدمة تقل جودتها فأعتقد أنك أنت كل الجهد اللي أنت تعبت عليه والجهد والتعب وهذا كل الأمور هذه راحت أباء منثورة لأنك أنت وصلت لليفل معين لا يجب عليك أن تنزل من هذا الليفل بالعكس بل تصعد إلى أكبر مما أنت وصلت أو أعلى مما وصلت إليه طيب هذا يعني خلنا نقول جانب وجانب آخر اللي هو التفكير الإبداعي أستاذ عبد الحليم كيف يساهم التفكير الإبداعي أيضا وأساليب تقديم حلول غير تقليدية في تميز التميز الحكومي؟ أيضا الإمارات سباقة بهذا المجال الله مركز الحمد نحن في الإمارات لدينا شهر 2 فبراير كل سنة هو شهر الابتكار أيضا دوائر الحكومة والوزارات على مستوى الدولة كلها معنية بالابتكار واستشراف المستقبل يعني هذول المصطلحين يمكن لن تجدهم في دولة مع بعض إلا بالإمارات الابتكار واستشراف المستقبل في وقت واحد أنك أنت تفكر بالمستقبل وتحاول من اليوم تضع الأساليب والإجراءات عشان توصل للمستقبل أنا شفت في دوائر حكومية مختلفة عندهم دورات مستمرة مثل ما تفضلت قبل قليل للموظفين في مجال الإبداع بيستخدموا أدوات الإبداع مثل العصف الذهني بيستخدموا أدوات مختلفة للإبداع اجتماعات شهرية ودورية لمناقشة التحديات التي تواجه دوائر الحكومية ولإيجاد حلول إبداعية للتحديات فعندنا منهجيات واضحة بمعظم دوائر الحكومة عشان موضوع الإبداع يكون ممارسة على أرض الواقع وليس حبر على ورق بالضبط جميلة هذه الجملة حقيقة اللهم لك الحمد عندنا ناس مفكرين مبدعين أكيد وبالتالي اليوم الخدمات التي تقدم من قبل الجهات الحكومية كبست زر اليوم أنت تقدر تسوي اللي يعجز عنه الكثيرون حقيقة أو في تأدية أكيد لكن هذا التميز أستاذي الفاضل أنا أتوقع أنه يحتاج أيضا لترسيخ وتعميق مفهوم التميز في عقلية وتفكير الموظف بما أنه هو المعني بهذا التميز وهو في الجهة الحكومية المعينة أو حتى لو كانت جهة خاصة أيضا فأهمية ترسيخ ثقافة التميز بين دوائر الدولة ومؤسساتها أين تكمن هذه الأهمية أستاذ الفضل؟ والله برامج التميز على مستوى الدولة وأيضا في كل إمارة فيها فئات التميز الوظيفي يعني الموظف الميداني المتميز الموظف التخصصي المتميز الموظف الإشرافي المتميز كل فئات الوظيفية فيه إلها معايير للتميز الوظيفي وتعطى دورات تدريبية وتعطى دورات توعوية للموظفين أن كيف أنت في طبيعة عملك سواء إشرافية سواء تخصصية كيف تحقق التميز ويكافأ الموظفين المتميزين بشهادات تقدير وبجوائز مالية هذا بشكل سنوي هذا كله بيخلي حافز للجميع أنهم يسعوا للتميز والمعايير واضحة يعني أنت حاطة معايير واضحة كيف تكون موظف حكومي متميز فإنك تخلي هاي المعايير واضحة عندك مصطرة لقياس أدائك واضحة جدا عندك تقييم الأداء شفاف ويشارك فيه الموظف ويطلع على نتائج الموظفين هذه كلها تساهم في مثل ما تفضلت تعزيز ثقافة التميز على مستوى الموظفين نعم أستاذ عبد الحليم هل يساهم حقيقة التميز الحكومي في توفير أيضا بيئة استثمارية محفزة أم لا هذا أكيد يعني أي مستثمر لما بده سواء يعمل رخصة تجارية أو بده مشروع معين مشروع معين بده سموها وانستوب شوب يعني أنك تروح على مكان واحد تكمل فيه كل المعاملات مش تنتقل من دائرة لدائرة أي مستثمر أو أي شخص فينا يبحث عن سهولة الإجراءات بلا شك أكيد فعندنا يذهب هناك ويشوف أن الإجراءات ميسرة وسهلة بالعكس يستثمر في هذا المكان نعم وإحنا في الإمارات وهذه كمان شيء يعني قليل على مستوى العالم مش على مستوى العالم بالعربي أنك تستطيع أن تحصل على رخصة تجارية خلال يوم واحد في بعض الإمارات قد تستطيع أنك في ساعتين ربما أنا كنت أحكي ساعتين بعدين حكيت يوم واحد عشان يعني يكون المرونة أكبر بينما في بعض الأماكن الثانية بجزء بدك ستة شهور أو سنة بالضبط لبينما تخلص الإجراءات تكون بطلت أنت تقول ما أبغي أسوي مشروع خلاص ربما تبطل الفكرة وحتى رأس المال قد تفقد رأس المال ف ينتهي هذا المشروع أو التذكير في هذا المشروع طيب أهمية أيضا تعزيز الشراكة الحقيقية بين الجهات الحكومية وصناع القرار فيما بينهم من جهة ومن جهة طبعا وبين فئات الجمهور المتنوعة من جهة أخرى أيضا من الأشياء اللي جوائز التمييز برامج التمييز الحكومية راعتها أن يكون في بعض الفئات هي المبادرات المشتركة يعني بتحصل مثلا البلدية والشرطة وربما إدارة السياحة أو يعرف مجموعة دوائر يتشاركون في مبادرات مجتمعية تهدف إلى تقدم خدمات استباقية وأحيانا أيضا بيكون في تعاون مع حتى شركات القطاع الخاص نعم لتقديم هذه الخدمات الاستباقية للمتعاملين والفكر حقيقة يعني على مستوى القيادات اللي تعاملنا معاهم في الدوائر الحكومية المختلفة أنك تعمل شراكة مع البطاع الخاص تسمع رأي المتعاملين يعني إحنا اليوم أغلب دوائر الحكومة بتحصل المدير العام أحيانا الوزير تستطيع الوصول إله بسهولة من خلال المواقع الإلكترونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كل هذه الأشياء تتيح أكبر قدر ممكن من مشاركة الجمهور نعم ضيق برأيك استاذ عبد الحليم ماذا ينقص بعض المؤسسات خلنا نقول أو الجهات لنستطيع القول بأنها متميزة حكوميا والله أنا بشوف يعني هي مثل ما حكى صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد أنه التميز هو رحلة وليس هدف يعني أنت ما بتقدر تقول أنا وصلت لنهاية خط التميز أو والامتياز اللي أحيانا بعض الجهات ربما يعتقدوا أنهم وصلوا لنهاية المطاف في مجال التميز هذا ربما يكون عائق أو ربما يكون سبب من أسباب يعني عدم مواكبتهم للمسرار الموجود نعم يعطيك العافية حقيقة حوار الشيء عن التميز الحكومي أكيد الأستاذ عبد الحليم الشنة استشاري الحوكمة والتميز المؤسسي شكرا جزيلا لك سيد الفاضل على تواجدك معي اليوم في برنام العاف والله يعطيك العافية شكرا شكرا بارك الله فيك